كمان بنقول تحية لمستر كيروش مستر كيروش اللي منذ قدومه لمنتخب مصر وهو بيكتشف لعيبة شفنا عمر مرموش قبل كده فيه ماتشين ليبيا والأداء الراعي وكان هو اكتشاف لمستر كيروش مستر كيروش اللي قدر يحط بصمة في الكرة المصرية باكتشافه لعيبة ويعجبنا قوي المدرب اللي عنده الجرأة ما بيخافش لا من كذا حالة قلنا ان منتخب مصر اصبح للجميع ده شعار منتخب مصر تحت قيادة كيروش منتخب مصر اصبح للجميع النهاردة الراجل ما عندهش مشكلة في اي لعب بيتصاب بنشوف احمد حجازي بيدخل احمد يسين بنشوف النهاردة مروان حمدي رغم الانتقادات والكلام الكبير عليه لكن النهاردة مروان حمدي برضو مهاجم لمتخب مصر اللاعب التالت برضو اللي قدر اقولكو عليه مروان داود مروان داود لاعب لاعب في القسم التاني في فريق الشمس لاعب اربع شهور في نادي امبي موجود دلوقتي في منتخب مصر وبيحرز الهدف الثالث لمنتخب مصر امام الاردن واحكي لحضراتكو برضو قصة مروان داود مروان داود لما انا كنت متولي مدرب عام شباب النادي الاهلي وكان معايا الكابتن سامير كامونة المدير الفني لما مسكنا الفرق دي بدأنا ندعم للعبة لفريق الشباب من ضمنهم اللي حضراتكو شايفينه اللي عليه الدايرة دا دا مروان داود اللي لعب في مباراة منتخب مصر امام الاردن واحرز الهدف الثالث كان من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي علشان نقول دايما من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي ولاد لكل المنتخبات وايضا لمنتخب الاول اللاعب دا لما جه شفناه اختبارات من نادي الشمس انا والكابتن سامير كامونة وقتها عجبنا به بدأ يدخل في النادي الاهلي وتعلم وقتها صراحة ولما اشتريناه من نادي الشمس اشتريناه بخمستاشر الف جنيه وضمناه لقطاع الناشئ بالنادي الاهلي في فريق الشباب لكن حظه بقى الوحش ان السنة اللي بعدها جت ليحة ان مواليد سبعة وتسعين خلاص ماينفعش انهم يستمروا فعلشان كده تم بعض الاستغناء عن بعض اللاعبين لما تيجي وقتها تبص على مكانه مين في الفريق الاول هتلاقي علي معلول علي معلول من النجوم الكبار اللي صعب كان في حد في الوقت ده انه ممكن يدخل مكان علي معلول فدي قصة مروان داود لعيب مجتهد ولعيب كمان بيدى الامل لكل لعبي الدرجة التانية او القسم التاني في الكرة المصرية